مجددا تستأنف مشاورات الكويت جلساتها بعد التفاهمات بين الوفد الحكومي والمبعوث الأممي بعد استجابة الأخير لمطالب الشرعية حول ضبط مسار الحوار المشاورات هذه المرة محددة بسقف زمني مدته إسبوعان غير قابلة للتمديد يتوقع فيها أن يتم النقاش وفقا لجدول الأعمال فيما يتصرب وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين وفك الخصار عن المدن الجانب الحكومي في المشاورات يرى أنها الفرصة الأخيرة لمناقشة تنفيذ المرجعيات والاتفاقات خصوصا أن عودة الحكومة بعد تقديم ضمانات من ولد الشيخ بالعودة إلى المشاورات لمناقشة المرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق عليها وتم التوقع عليها من الجميع المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 ومخرجة الحوار تغير ملحوظ في مسار المشاورات بعد إعلان الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات بسبب تلكؤ وفد الميليشيا في مواقفه المتضاربة بالإضافة إلى رفضه رؤية ولد الشيخ أحمد التي وصفت أنها تقفز على مرجعيات الحوار الثلاث خارطة ولد الشيخ أحمد عدها مراقبون شرعانة لانقلاب الحوثيين وصالح وتمنحهم حق الاحتفاظ بالمكاسب التي حصلوا عليها جراء الانقلاب ورغم السيناف المشاورات وفق تفهمات محددة بإطار زمني محدد وإجراءات بناء الثقة إلا أن مصيرها لا يزال محفوفا بالمخاطر فنجاح المشاورات يظل مرهونا بإرادة وفد الانقلابيين رغم تأكيدات المبعوث الأممي إلى اليمن أهمية المرحلة القادمة من مشاورات السلام فرصة أخيرة لسلام إذن وللهروب من دوامة العنف والحرب التي تستمر في حرق اليمنيين على موقع الكراهية فهل يجد المتحاورون حلا مستداما وسط كومة الأزمات المتراكمة ويعودون لطريق السلام الذي ابتعد كثيرا عن اليمن الذي ما عاد سعيدا موسيقى